مرة تانية برحب بحضراتكم مشاهدينا زي ما احنا عارفين ان الحرب الروسية الاوكرانية دخلت اسبوع الثالث في وقت يشتد الخناق الغربي على موسكو طبعا مع فرض عقوبات اقتصادية موسعة ورغم يعني اجراء جوالات مباحثات بين الجانبين الروسي والاوكراني في بيلاروسيا الا ان الازمة تراوح مكانها دون اي تقدم يذكر وده في ظل اوضاع انسانية تزدادة سوءا مع ارتفاع عدد اللاجئين الاوكرانيين الى اكتر من مليونين وحول تطورات الاوضاع في روسيا واوكرانيا هينضم لينا عبر الهاتف سيادة لواء محمد اشهاوي مستشار كلية القادة والاركان وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية بصبح على حضرتك سيادة اللاوة صباح النور يا فندم والسادة المشاهدين اهلا بحضرتك يعني خلينا نتكلم مع حضرتك في البداية بشكل عام مع حضرتك سيادة اللاوة عن مرور او بعد مرور ثلاثة اسابيع من الازمة الروسية الاوكرانية حضرتك شايف خطة بوتين وصلت لفين وكمان يعني الى اين تتجه هذه الحرب هو هذه الحرب بتعتبر حرب تقليدية حديثة يعني اعطت قبلة الحياة لحروب الجيل الثاني والثالث نعم وفي الايام المراحل الاولى من الحرب كانت هناك تقدم كبير وتحقيق خسائر كبيرة من قبل القوات الروسية في الجانب الاوكراني ولكن بعد تدخل الغرب والولايات المتحدة الامريكية وحلف النيتو بامداد اوكرانيا باسلحة حديثة متطورة سواريخ ضد الدبابات مطلوبات موجهة مضادة للدبابات من طراز جالفين وايضا سواريخ ضد الطائرات من طراز استينجر وبالتالي حققت خسائر حرب المدن فالقوات الروسية توقفت حاصرت المدن الكبيرة في اوكرانيا حتى لا تتورد في قتال شوارع لان القتال في المدن هو اصبع هو اصعب انواع القتال احنا نعلم ان هناك قتال في اراضي صحراوية في اراضي زراعية في مناطق جبلية لكن المدن يطلق عليها ان المدن هي مقبرة الدبابات ولذا الدفع وقوة الدفع الروسية بفضل هذا الدعم من النيتو ومن الولايات المتحدة الامريكية الاوكرانيا في حصلت خسائر كبيرة في الجانب الاوكراني هي امريكا بتدفع بالدعم الاوكراني حتى تستنزب القوات الروسية وتورطها في عملية احتلال كييف حتى تتعرض الى اكثر من ذلك في العقوبات الاقتصادية التي تعتبر عقوبات اقتصادية نووية لانها بتؤثر بتأثير كبير على الاقتصاد الروسي بل والاقتصاد العالمي نجد الآن العالم كل يعاني العالم ما قبل هذه الحرب لن يكون هو العالم ما بعد حرب روسيا اوكرانيا ايضا بنجد ان هناك تأثير في كل الدول من حيث يعني اسعار المواد الغذائية اسعار النفط اللي قفز الى 140 دولار صحيح بعد ان قامت روسيا بالجلوس على طاولة المفاوضات مع اوكرانيا رجع الى حد ما ولكن بقول ان الحرب ستستمر فترة لا احد يعلم مداها وقامت اتهامات بين الطرفين بيعني ادخال فلاح جديد في هذه المعركة وهو الاسلاحة البيولوجية واتهامات بين الطرفين روسيا بتقول ان الولايات المتحدة الامريكية بتدعم مختبرات اسلاحة بيولوجية في اوكرانيا تصل الى 30 مختبر الولايات المتحدة الامريكية على لسان المتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي بيتان في هذه الاتهامات بقول انها اتهامات منافية للعقل وان روسيا بتقول ذلك تحت ذريعة انها هي التي ستقوم باستخدام الاسلاحة الكميائية والبيولوجية الطرفين بيتبادلوا الاتهامات اعتقد ان ذلك في اطار الحرب النفسية لان هذه الحرب شهدت حروب جديدة شهدت الحرب السيبرانية والهجمات الالكترونية ضد مراكز القيادة والسيطرة ومواقع الدفاع الجوي والقوات الجوية بل والمؤسسات المدنية ايضا شلتها عن العمل وهناك الحرب النفسية التي تستخدم بغرض اثارة الفزع للسكان في كل من الشعبين الروسي وخاصة الملاصق للحدود الاوكرانية الحدود تصل الى 1900 كم بين البلدين وايضا الشعب الاوكراني خفض روح المعنوية لاحتمال ان تستخدم القوات الروسية كما يزعم الغرب في استخدام الاسلاحة البيولوجية واعتقد ان ذلك ذريعة لانهاء هذه الحرب من خوف الشعبين سيتم الجدية في المفاوضات وخاصة ان الجولة الرابعة بتعقد اليوم في هذه المفاوضات روسيا بتطلب مطالب امنية من حلف النيتو والولايات المتحدة بعد ان ضم اوكرانيا لانها المجال الحيوي لها الى حلف النيتو وايضا عدم تواجد اسلاح استراتيجية نووية على اي من اراضي اوروبا الجديدة واوروبا الجديدة ديك هي الدول التي يعني ظهرت بعد تفقق الاتحاد السوفيتي في عام 1991 الى 15 دولة وبالتالي بنجد ان الحرب عندما ظهر استلاح جديد هو استلاح البيولوجي سيؤدي الى الخوف من استخدامه وسيلجأ الجميع الى الحل التلمي وهذه هو تحليل لهذه الازمة الازمة الاوكرانية الروسية طيب سيادة اللواء انا حابة يعني اتكلم بشكل تفصيلي مع حضرتك واحنا تبعنا ان السفارة الامريكية في كيف حست المواطنين الامريكيين على مغادرة اوكرانيا على الفور وطبعا مع استمرار العملية العسكرية الروسية للاسبوع الثالث خلينا نعرف من حضرتك او من وجهة نظر حضرتك يعني الخطر اللي حست به امريكا علشان تحس رعاياها على مغادرة اوكرانيا في هذا التوقيت هو طبعا هناك حرب الشوارع حرب الشوارع دي بتطول الجميع الفيلق الاوروبي اللي هو النيتو وامريكا واوكرانيا بتزمع بتجنيد شباب من كل الدول الاوروبية انها تقوم بالقتال في كيف وفي المدن الاوكرانية حتى يمكن احداث اكبر قدر من الخسائر في القوات الروسية طبعا روسيا يعني قامت بضربة قوية يعني قضت على الكثير من هؤلاء المرتزقة وكان رسالة لكل هؤلاء المقاتلين انهم لن يسلموا في اوكرانيا وبالتالي الفيلق الدولي اللي هو يعني يريد ان يطيل امد الحرب في اوكرانيا والدول الغربية بتدفع لذلك لطوريد روسيا واتنزفها لانها وجدت ان القوى المراجعة او الريفيجيونيست باور اللي هي روسيا والصين التي لم ترضى على النظام العالمي القطب الاوحد المهيمن وهي الولايات المتحدة الامريكية منذ تفكك الاتحاد السوبيتي وانتهاء الحرب الباردة في 91 هم يريدوا ان يكونوا هم يعني يتحول النظام العالمي الى متعدد الاقطاب الاقطاب يشمل الصين وروسيا بل والاتحاد الاوروبي ايضا منقسم على نفسه بنجد ان دول مع تسليح اوكرانيا ومدها بالاسلحة حتى الحرب تسطول وتستنزف القوات الروسية وهناك دول اخرى لم تشترك حتى في العقوبات الاقتصادية لان دخلها واقتصادها بيعتمد على امدادات الطاقة من روسيا مثل المانيا 40% من امدادات الطاقة بتأتي من روسيا وبالتالي هناك تضارب في الاتحاد الاوروبي ونشوف دول تريد ان هي تستقل وتقوى قواتها العسكرية مثل المانيا وبالتالي بنجد ان النظام العالمي بيتغير الاقتصاد العالمي ايضا بيترنع من ارتفاع الاسعار والارتفاع الاسعار في كل الدول بيشتك منها الجميع حتى في الولايات المتحدة الامريكية فبالتالي لانهاء هذا الصراع هو تغير النظام العالمي الى نظام متعدد الاقتصاد اثنين ان تنتهي هذه الحرب باخذ ضمانات من اوكرانيا بانها لن تنضم الى حلف الناتو لان ذلك يؤثر على الامن القوم الروسي بالضبط كما فعلت الولايات المتحدة الامريكية في عام اثنين وستين عندما استشعرت بان كوبا المجاورة لها بها اسلحة نووية روسية فكانت هناك يعني ازمة كبيرة جدا تسمى ازمة خليج القنازير وقالت ان مش ممكن توجد اسلحة نووية روسية في المجال الحيوي لنا وفعلا لم توافق على ذلك وتم سحب تلك الاسلحة الان بيتكرر في عام عشرين اثنين وعشرين وبعد مرور كل هذا التوقيت يعني ستين عاما بنجد ان روسيا ايضا لا ترضى بان يكون هناك اسلحة استراتيجية في اوروبا الجديدة لتؤثر على امنها القوم اعتقد ان سيتم الانصياع الى المطالب الامنية الروسية وان سيتم استقلال الجمهوريتين المنفصلتين لوهانسك ودونيتسك بالاضافة ان تعترف بان القرم دي اصبحت يعني من الاراضي الروسية وكل ذلك بيؤكد ان النظام العالمي بيتغير ما عليش هو الكلام يعني داخل في العلوم السياسية بس هذا هو التحليل الواقع العالم الان بينظر لهذه الازمة لانها تؤثر على كل دول العالم حقيقة طيب احنا على ذكر الاسعار سيادة اللوة وعلى ذكر ان هي او الازمة بتؤثر على كل دول العالم نروح لليبيا مع حضرتك وايه ازمة غذاء يعني وشيكة على ليبيا طبعا من المواضح ان ليبيا هتتأثر بشكل كبير بسبب هذه الحرب لان ليبيا كانت بتستورد حوالي 650 الف طن من القمح خلينا نعرف من حضرتك او من وجهة نظر حضرتك كيف تتعامل ليبيا مع قلة فرص الاستيراد وخصوصا ان ليبيا كانت بتعتمد بشكل كبير على روسيا في سلع مهمة زي الزيت ودي واحنا كمان يعني دخلين على شهر رمضان كل سنة وحضرتك طيب طيب طبعا هو ان اكد دول تأثرت وخاصة دول في الشمال افريقيا وايضا مصر مصر ايضا من الدول التي تضررت ولكن مصر لديها خطة هذه الخطة بتتمثل في احتياطيات استراتيجية بتصل الى اربع شهور ثم يعني موصم حصاد القمح الذي يبدأ في 15 من الشهر القادم وبالتالي هناك يعني سيناريوهات موجودة وهناك احتياطيات لاستشراف المستقبل موجودة وهناك تنوع 14 دولة اخرى بيتم استيراد القمح منها ليبيا نفس القصة ستستورد من دول اخرى من ال14 الدولة الاخرى واعتقد ان دي بتدينا رسالة ان كل الدول تحقق الاكتفاء ذاتي من السلع الاستراتيجية مثل القمح مصر بتستصلح الدلتة الجديدة ومستقبل مصر واغلب هذه الاراضي بتستخدم في زراعة القمح الزراعة الافقية والزراعة الرأسية وبالتالي الاعتماد دي رسائل ودروس مستفادة من الازمة الروسية الاوكرانية الرسالة الاولى ان تعزيز القدرات العسكرية لاي دولة ديك بتكون سبب رئيس في تحقيق الامن القومي الرسالة الثانية عدم الاعتماد على اطراف دولية او اقليمية لحماية امن الدولة لان الذي يتغطى بالعناصر الخارجية دايما بيقول كده في المثل الدارج بيعتبر يعني اعريان نمرة ثلاثة الاتفاء الذاتي وتحقيقه في كل السلع والاعتماد على الذات ده بيؤدي الى استقلال القرار السياسي وتحقيق الامن القومي بمجتملاته الكاملة اللي الامن القومي تبقى لروبوت ماكينمارا وكان وزير الدفاع الامريكي وعمل كتاب هو الامن في عام 66 بيتكلم عن الامن القومي هو التنمية التنمية في المجالات المختلفة المجالات الاقتصادية السياسية الاجتماعية مصر كان هناك تأرير صدر عن الامين العام للامم المتحدة منذ اسبوع بيتكلم عن الارهاب في العالم وافرد في 21 صفحة وافرد جزء في الصفحة السابعة لمصر وقال ان مصر حققت نجاح كبير في القضاء على الارهاب وانها تحارب الارهاب بالتنمية احنا في شمال سيناء هناك 312 مشروع تكلفوا 195 مليار جنيه وايضا قال ان منذ عام 2019 لم تحدث اي حادثة ارهابية في مصر هذه هي الجهود في مكافحة الارهاب واللي احنا بنحربه بالتنمية مش في سيناء فقط ولكن في كل الوطن وبالتالي بنقول الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس هو خير سبيل لتحقيق الامن الوطن وامن المواطنين اتفق مع حضرتك تماما واسقلنا على حضرتك وبشكر حضرتك جدا سيادة اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القضاء والاركان وعضو المجلس المصري الشؤون الخارجية بشكر حضرتك شكرا جزيلا انا اللي بشكر سيادتك بشكر سيادتك وهذا البرنامج في هذه القناة المحترمة ميتاك شكرا لحضرتك التي تشكل الوجدان والوعي للشعب المصري العظيم شكرا جزيلا سيادت اللواء بشكر حضرتك شكرا جزيلا